بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه وحشرنا يا مولانا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات يصرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة وهي حلقة أثق تماما أنها حلقة مميزة نعم بل ومباركة إن شاء الله لأنها تدور حول شخص النبي المصطفى محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه تعودت في مثل هذا الوقت من كل عام وقبيل ذكرى مولده عليه صلوات الله وسلامه تعودت على شاشة قناة الرحمة الفضائية أن أتحدث عن شخصه الكريم وعن سنته المباركة صلوات رب وسلامه عليه وأن ألفت أنظار أبنائنا وبناتنا من الشباب بالذات تعودت أن ألفت أنظارهم إلى عظمة ومنزلة السنة المشرفة في الشريعة الإسلامية لينتبه لها أبناؤنا وبناتنا وليأخذوا منها كذلك قدر طاقتهم كما يأخذون من القرآن الكريم وأن يهتموا بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كاهتمامهم بالقرآن العظيم وتعودت كذلك أن أحذر أبنائنا وبناتنا وإخواننا جميعا بوجه عام وأخواتنا من هذا السم الذي يدسه المنحرفون المنحرفون الحقدة يدسون سمهم من حين لآخر حول السنة المشرفة بهدف تشكيك أبنائنا وبناتنا في أعظم ما نملك نحن المسلمين بعد القرآن الكريم نعم سنة الحبيب عليه صلوات الله وسلامه أعظم ثروة يملكها المسلمون بعد القرآن العظيم ولذلك تأتي هذه السنة الشريفة لتمثل المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن يعني إذا سألناكم عن مصادر التشريع قبل القياس وقبل إجماع الأمة وما إلى ذلك ستقولون جميعا مصادر التشريع في الإسلام يأتي في مقدمتها القرآن العظيم ثم تأتي السنة النبوية المشرفة لتمثل المصدر الثاني للتشريع لذلك كثيرا ما نبهت إخواني وأخواتي الذين يهتمون بتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم الكريم كثيرا ما نبهت الجميع وقلت لهم أرجو أن تنال السنة المشرفة من الاهتمام ما تستحق وأن يحفظ الولد الصورة من القرآن وأن يحفظ أيضا ما يستطيع من السنة المشرفة أقوالا أو أفعالا أو تقريرا أو صفة فالسنة المشرفة أقوال النبي عليه صلوات الله وسلام وأفعال النبي عليه صلوات الله وسلام وما أقره ورضي عنه وسكت عنه ولم ينهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية صلوات رب وسلامه عليه هذه سنته ولذلك من المهم جدا أن نجلس مع أبنائنا على اختلاف مراحل السن لنحدثهم لنحفظهم الحديث ولنذاكر معهم سيرته العاطرة عليه صلوات الله وسلامه ولنحدثهم كذلك عن صفاته التي تميز بها عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق فهو النموزج الأمثل لمكارم الأخلاق صلوات رب وسلامه عليه أرجو في بداية هذا الدرس المبارك إن شاء الله أن تهتموا بهذه الأمور وأن تعظموا من شأن السنة وصاحبها في صدور أبنائكم نعم ليعرف الولد منزلته صلى الله عليه وسلم في شريعتنا وفي ديننا العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وحتى يكون الولد قادرا على دفع افتراءات المفترين الذين يتاح لهم بكل أسف يتاح لهم على الشاشات والفضائيات أن يشككون في سنته عليه الصلاة والسلام وهذا أمر يعني فضيع فضيع إذا ظهر لنا من يبيت النية السيئة ومن يظهر منه الحقد واضحا على سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي ينبغي لكل مسؤول والله ربنا الكريم إدارة قناة من القنوات أقول لا تتيحوا لهؤلاء المستهترين أقل ما يقال أنهم أناس مستهترون يضمرون الشر لأبنائنا وبناتنا يريدون أن يشككون في أغلى ما نملك في السنة المشرفة التي اختصها رب العزة عز وجل وجند لها أعظم رجال الأمة لتنقلها إلينا صحيحة تماما كما تفوه بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الله من فضل الله علينا معاشر المسلمين أن الله تبارك وتعالى قد جند من عباده المخلصين الصالحين الطيبين من يحفظ لنا سنته صلى الله عليه وسلم وأن يجند نفسه في خدمتها وأن يفني عمره في خدمة السنة المشرفة حتى وصلت إلينا في قرننا هذا الخامس عشر الهجري أو الواحد والعشرين الميلادي بإذن الرحمن الرحيم وصلتنا سليمة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثل ومثله معه ومثله معه المقصود السنة المشرفة السنة المشرفة أمرها عظيم أمرها عظيم أمرها عظيم منزلتها عظيمة ويكفي أن أذكركم في هذا المقام بحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجلت خافت ارتعدت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع أوصنا يا رسول الله انظروا إلى حرص الصحابة كانوا يستثمرون كل دقيقة تجمعهم بإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام لتزداد معرفتهم بإسلامهم أوصنا يا رسول الله فأوصاهم وقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حتى ولو كان أميركم عبدا عليكم بالسمع والطاعة أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ثم قال وإنه من يعش منكم يعني من يطول بقاءه ويمتد عمره وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا سيرى اختلافا كثيرا يعني سيختلف الناس في أمور فيما بينهم ويرى كل فريق أنه على الحق وأن غيره ليس على الحق تضطرب الأمور وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي اسمعوا يا عباد الله اسمعوا إلى ما يخرجكم من هذا الخلاف ومن هذا للطراب ويعيدكم إلى الحق وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ها عضوا عليها بالنواج بالنواج عضوا على السنة بالنواج بالأنياب والأضراس وهذه كناية عن شدة التمسك بالسنة المشرفة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواج ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله إذن لن يعصمنا من السقوط في الخلافات والمواقف الشاذة التي تبتعد بنا كثيرا عن الحق لن يعصمنا من هذا الخروج إلا أن نعود إلى قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته وحتى يطنئن أبناؤنا وبناتنا إلى الجهود العظيمة التي بذلت من جانب الصحابة الأكارم والتابعين الطيبين الصالحين عليهم رحمة الله لكي تطمئن جميعا على سلامة السنة المشرفة من أي يد آثمة تمتد إليها من فضل الله تبارك وتعالى خذوا على سبيل المثال هذا الحوار الذي دار بين عمر وبين سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وأرضى الصحابة أجمعين اللهم أمين لقي الفاروق أبا موسى فطلب منه أن يزوره في بيته واتفق الأثنان أن يقوم أبو موسى بزيارة عمر في بيته فتوجه أبو موسى في الموعد الذي اتفق عليه إلى بيت الفاروق وطرق الباب ثلاثا فلم يسمع صوتا ولم يؤذن له فعاد من حيث أتى ثم التقى به عمر مرة أخرى فقال له ما منعك أن تأتيني قال جئتك يا ابن الخطاء وطرقت بابك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت كما علمني رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع هذا نص الحديث النبوي عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أو ما سمع بهذا الحديث لذلك أمسك بكاتف أبي موسى محذرا ومنذرا وقال له لتأتيني عليها بالدليل أو لأضرب النك الله تضربه نعم الأمر يتعلق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر يتعلق بالتشريع نعم ولذلك ينبغي أن يتوثق الفاروق من صحة ما نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد دليلا على صحة هذا الكلام وصحة نسبته إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فخرج أبو موسى وأثر الموقف واضح في وجهه ومر على جماعة من الأنصار ما لك يا أبا موسى فحكى لهم ما دار بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه قالوا فيما بينهم ليقم أصغرنا سنا ليشهد لأبي موسى عند عمر فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد أمام عمر أنه سمع هذا الكلام من الفم الطاهر الزكي فم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ارتاح عمر وظهر أثر الراحة في وجهه ووضع يده بحنان أخوي واحترام على كتف أبي موسى وقال والله يا أخي أنا لا أتهمك أنا لا أتهمك يعني لا أشك في ذمتك ولكني خشيت اسمعوا اسمعوا يا عباد الله ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام آه أن يدعي الناس كلاما وأن ينسب الناس كلاما إلى سيدنا المصفى صلى الله عليه وسلم وهو بريء من هذا الكلام فهذا موقف يؤكد لحضراتكم كم كان كتاب السيرة وكتاب السنة كم كانوا حريصين على توثيق كل لفظة كل لفظة مما نسب إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك احذروا عباد الله احذروا عباد الله من هؤلاء المشككين بل أقول من هؤلاء الحاقدين نعم والله العظيم والله يحقدون على البخاري ومسلم وإخوان البخاري ومسلم من أصحاب السنة الصحيحة يحقدون عليهم وعلى المنزلة العالية التي تبوأها هؤلاء الكرام في قلوبنا وفي أنفسنا وفي الإجلال العظيم الذي يكن كل منا لأصحاب السنة الصحيحة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى يحقدون 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 على هذه الكنوز العظيمة التي وصلتنا كما تفوه بها صاحبها عليه الصلاة والسلام وكيف لا وكيف لا وربنا الكريم يعظم من شأن السنة وصاحبها عندما يقول في صورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى إليك يا محمد الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون يعني مهمتك يعني مهمتك يا رسول الله أن تبين للناس ما أنزله الله عز وجل في القرآن نصا قرآنيا وتشريعا إلهيا ولذلك كل كلمة نطق بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نطق بتوفيق الله تبارك وتعالى وأصاب الحق بتوفيق الله ليبلغ عن الله ما يرضي الله تبارك وتعالى وأود في هذا المقام العظيم أن أعظم من شأن السنة كما عظم القرآن الكريم من شأنها وكما أنزلها القرآن الكريم منزلتها ليعرف أبناؤنا وابناتنا قيمة هذه الكنوز الإسلامية العظيمة التي تركها لنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأن السنة المشرفة هي المفسر الأول للقرآن الكريم نعم ومن هنا تكتسب السنة أهميتها ومنزلتها أنها المفسر الأول للقرآن العظيم نعم وما جاء فيه مجملا فصلته السنة وما جاء فيه مطلقا قيدته السنة وما جاء فيها عاما خصصته السنة آه نعم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالطواف حول الكعبة المشرفة في الحق والعمرة وليطوافوا بالبيت العتيق مثلا نطوف كم شوطن يطوف المسلم حول الكعبة سبعة أشواط من أين عرفنا أنها سبعة أشواط من السنة المشرفة التي قال فيها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم يعني أدوا حجكم وعمرتكم كما رأيتموني أؤدي شعائر الحج وأؤدي شعائر العمر خذوا عني مناسككم بعض الحقدة نعم أقولها وأنا مرتاح بعض الحقدة على مين على شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحانك يا رب لا أدري لا أدري كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك وهم مسلمون وهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني قولوا لهؤلاء المغرضين من أين عرفنا أن الظهر يؤدى في أربع ركعات والعصر في أربع ركعات والمغرب نؤديه ثلاث ركعات والعشاء في أربع ركعات من أين عرفنا ذلك وبأن الصبح يؤدى في ركعتين اثنتين ويسبخ باثنتين سنة قبلية عرفنا ذلك هل ورد ذلك في القرآن الكريم لا القرآن الكريم أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفقط لكن كيف عرفنا هذه التفاصيل وكيف نقف أمام ربنا خمس مرات في اليوم والليلة لننال شرف المثول والوقوف بين يديه تبارك وتعالى من أين عرفنا ذلك عرفناه من السنة المشرحة التي يقول فيها صاحبها صلوات رب وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي كما رأيتموني أصلي أضف إلى ذلك أمر ربنا بقطع يد السارق مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله من أي مكان نقطع من عند المرفق من عند الكتف من نطقة الرسغ من هذا المكان من هذا المكان الفاصل بين الكف والساعد من هنا يكون القاطع كيف عرفنا ذلك عرفناه من السنة المشرف فقد قطعت يد السارق من هذا المكان والأمثلة في هذا المقام كثيرة كثيرة وهذه صفحة الصفحات كثيرة والله هذه صفحة في صورة النساء تعظم من شأن القضاء النبوي وأن من رفض قضاء رسول الله الذي يقول الله فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من رفض القضاء النبوي فقد كفر من رفض القضاء النبوي في حديث صحيح فهو كافر قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمى يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أمر واضح بأداء الأمانات وإقرار العدل بين الناس ما السبيل إلى ذلك؟ لابد أن يظهر لك السؤال بعد قراءة هذه الآية سيظهر أمامك السؤال واضحا ما السبيل إلى إقرار العدل؟ ما السبيل إلى أداء الأمانات كما ينبغي في وقتها ولأصحابها؟ السبيل إلى ذلك أجابت عنه الآية التي جاءت بعدها مباشرة في قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا الله نعم ويكرر اللفظة وأطيعوا وأطيعوا الرسول نعم وأولي الأمر منكم تريدون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ نعم تريدون أن تقروا العدل كما ينبغي بين الناس؟ آه الطريق إلى ذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طيب فإن تنازعتم في شيء اختلفتم فردوه إلى الله والرسول أمتى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن أردتم أن تدللوا على إيمانكم وصدق العقيدة وصدق الإيمان ردوا كل أمر تختلفون فيه إلى الله تبارك وتعالى وإلى السنة المشرفة سيحسم الأمر ويتضح الحق إن شاء الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل الموضوع والله يحتاج إلى عودة في درس آخر أسأل الله عز وجل أن يسره ربنا لنا في الأسبوع القادم بإذن الله حتى يحين ذلك الموعد أصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وعلى قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن لا يحرمكم وأن لا يحرمني من الصلاة والسلام عليه ومن شرف الصلاة والسلام عليه ومن أجر الصلاة والسلام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر